في هذا الفيديو بدنا نستكمل حل اسئلة المراجعة لشابتر 2 من كتاب كالكولوس المؤلف ستيورد الطبعة السابعة صفحة 167 الاسئلة من ثلاثة لعشرين صفحة 167 مطلوب مني ايجاد الليمت راح نحل الاسئلة الفردية السؤال الثالث اللي هو بتقترب من الواحد اي اكس قوة اكس تكيب ناقص اكس هللا مبدئيا اول شي بنعوض بالواحد ونشوف شو بيصير معنا لما بنعوض بالواحد راح يصير عندي واحد ناقص واحد في القس صير اي قوة صفر بتساوي واحد وهذا هو الجواب بدون اي تعديل السؤال الخامس لمت اكس تربية ناقص تسعة على اكس تربية زائد اتنين اكس ناقص ثلاث اكس بتقترب من السالب ثلاثة لما بنيجي بنعوض تعويض مبدئي اول شي راح يطلع عندي تسعة ناقص تسعة هون صفر وراح يطلع عندي برضو في المقام تسعة ناقص ستة ناقص تلاثة وتطلع كمان صفر فبيطلع عندي صفر على صفر هون بدنا نعمل اجراء فراح نحاول انه احنا نشوف موضوع التحليل لاحظ انه البسط بتحلل الفرق بين مربعين اكس ناقص ثلاث اكس زائد ثلاثة المقام كمان بتحلل قوسين عندي ثلاث هون واحد وراح يكون عندي زائد وناقص فعندي اختصارات اكس زائد ثلاث بتروح مع اكس زائد ثلاث فراح يصفي عندي لمت اكس ناقص ثلاث على اكس ناقص واحد اكس بتروح لسالب ثلاث بنعوض تطلع السالب ستة على سالب ثلاث ناقص واحد سالب اربعة اللي هي ثلاث على اثنين هذا الجواب السابع لمت بتروح للزيرو اتش ناقص واحد الكل تكعيب زائد واحد على اتش لما بنيجي بنعوض بالصفر راح يطلع عندي سالب واحد تكعيب اللي هو سالب واحد زائد واحد على صفر فبيطلع عندي صفر على صفر بدي اتخذ اجراء طبعا هون بما انه في عندي قوس تكعيبي فالقوس التكعيبي بدي افكه يعني المقام بده ينزل زي ما هو وهلأ هاي آآ زائد واحد آآ بدها تنزل زي ما هي اوكي وبدي افك القوس التكعيبي هذا القوس التكعيبي اللي هون بدي افكه يعني اتش ناقص واحد في اتش ناقص واحد في اتش ناقص واحد ثلاث مرات اوكي فشو راح يطلع معي الجواب الاول تكعيب الاول ناقص ثلاث اتش تربية زائد ثلاث في اتش ناقص واحد اوكي هاي بتروح معهاي الواحد بروح فبيصفي عندي لمت اتش تكعيب ناقص ثلاثة اتش تربية زائد ثلاثة اتش اوكي على اتش هلأ بناخد الاتش عامل مشترك من البسط فبيصفي عندي اتش ناقص ثلاثة اتش زائد ثلاث على اتش كمان هون الاتش بتروح مع الاتش بنعوض بي اه طبعا هاي بتصل اتش تربية هون بنعوض بالصفر فراح يصفي عندي فقط ثلاث السؤال التاسع السؤال التاسع لمت جذر الار ار ناقص تسع الكل قوة اربعة ار تقترب من التسع لما بنيجي بنعوض لما بنيجي بنعوض بيطلع عندي جذر التسع على تسع ناقص تسع اللي هي صفر قوة اربعة فراح يطلع عندي ثلاثة على صفر يعني عدد على آآ عدد صفر. هاي رح يطلع عندي الجواب آآ يعني يا ما لا نهاية يا سالب ما لا نهاية. لكن هون بدي اختبر الاشارة. بدي اختبر الاشارة عندي التسعة طبعا. فبدي اخد عدد اكبر من تسعة وعدد اصغر من تسعة. طبعا آآ لما باخد عدد اكبر من تسعة آآ شو مكان العدد مثلا عندي آآ لو اخدت آآ ستاش عشان يطلع ستاش هون في له جدر فراح يكون جدر الستاش وهون رح يكون عندي ستاش ناقص تسعة لكل قوة اربعة. هلا المقام هون دائما موجب لانه قوة اربعة وجدر الستاش ايش عندي اربعة فراح يكون هون ايش موجب. ومن الجهة الثانية كمان لو اخدت مثلا الاربعة فجدر الاربعة على اربعة ناقص تسعة. الكل قوة اربعة. هون اوكي رح يطلع معي سالب. لكن بما انها قوة اربعة رح يطلع معي موجب. وهون عندي موجب فراح يطلع كمان من هاي الجهة موجب. فالجواب هون عندي موجب ما لا نهاية. سؤال احد عشر. لمت يو تقترب من واحد. يو قوة اربعة ناقص واحد. على يو تكعيب زائد خمسة يو تربية ناقص ستة. يو. هلا لما باجي بعوض بالواحد رح الاحظ انه رح يطلع معي صفر على صفر. فهون برضو كمان بدي احلل. البسط رح احلل وفرق بين مربعين بداية. آآ ويو تربيع ناقص واحد. يو تربيع زائد واحد. والمقام بدي اخذ يو عامل مشترك. فراح يطلع عندي يو تربيع زائد خمسة يو ناقص ستة. برجع بحلل كمان مرة. يو تربيع ناقص واحد تحلل الى يو تربيع ناقص واحد هاي تحلل الى فرق بين مربعين. وهون كمان بحلل قوسين. فبتصير يو ناقص واحد في يو زائد واحد. وهون عندي يو تربيع زائد واحد. اليو هاي بتنزل. وهون راح احل القوسين. يو يو ستة واحد. وهون راح يكون عندي موجب وسلم. تشوف هلا الاختصارات. يو ناقص واحد بتروح معي ناقص واحد. هلا باجي بعوض. باجي بعوض بالواحد. راح يطلع عندي واحد زائد واحد. اتنين. وهون كمان اتنين. وهون واحد. واحد زائد ستة. فرح يطلع الجواب اربعة الى سبعة. سؤال تلتعاش. لمت. اكس بتقترب من المالة نهاية. اكس تربية ناقص تسعة. تحت الجدر. وهون عندي اتنين اكس ناقص ستة. طبعا اكس بتقترب من مالة نهاية الموجبة هون قصده. لانه ما حط اللي الاشارة ويكون قصده مالة نهاية الموجبة. لما بنيجي بنعوض. راح يطلع الجواب عندي مالة نهاية مالة نهاية. فهاي بدها اجراء. اجراء المناسب هون. راح ناخد في البسط اكس تربية عامل مشترك. فبصف عندي واحد ناقص تسعة على اكس تربية طبعا تحت الجدر. في المقام راح ااخد الاكس عامل مشترك. فرح يطلع عندي اتنين. على ناقص ستة على اكس. هلأ هون هاي الاكس تربية بتطلع برا. لكن راح تطلع قيمة مطلقة طبعا. قيمة مطلقة. وجوا الجدر راح يصفي عندي واحد ناقص تسعة على اكس تربية. والمقام اكس اتنين ناقص ستة على اكس. هلأ هاي القيمة المطلقة اللي هون عندي. بما انه انا عندي موجب مالة نهاية. فرح يشكون ايش الجواب لها? اكس. وليس صالب اكس. فرح يصير عندي كالتالي. اكس وهون واحد ناقص تسعة على اكس تربية. اكس اتنين ناقص ستة على اكس. اكس بتروح مع اكس. وهلأ بنعوض. بنعوض بالمالة نهاية فلما بنعوض بالمالة نهاية تسعة على مالة نهاية هاي بتصير ايش? زيرو. وستة على مالة نهاية هاي بتصفي برضو زيرو. فبيصفي الجواب عندي واحد اتنين. هلأ سؤال خمستاش. لمت. الى لن. ساين ال اكس. اكس بتقترب من باي من ناحية اليسار. هلأ آآ. نفرض مثلا انه ساين ال اكس. هلأ سؤال خمستاش. لمت. لن. ساين ال اكس. اكس بتقترب من باي من ناحية اليسار. هلأ شوفوا الساين. رسمة الساين. هاي الباي. ساين الباي. اوكي. ساين الباي صفر. لما احنا بنقترب من الساين من الباي من ناحية اليسار. راح يكون عندي كل الساين كله. ايش قيمته موجبة. فراح يكون عندي صفر من ناحية اليمين. فراح يصفي هذا السؤال. انه اه. ساين ال اكس. لمت ساين ال اكس. راح اكتبها لمت. لن ال واي. واي بتقترب من صفر من ناحية اليمين. تمام? لانه جواب ساين الباي صفر. وكل الاجابات راح تكون بالموجب. اللي هي من ناحية اليسار. كل الاجابات راح تكون بالموجب. ولمت. اه لن ال واي. واي بتقترب من صفر من ناحية اليمين. اي جوابها سالب ما لا نهاية. من رسمة ال من رسمة ال سؤال سبعتاش. لمت اكس بتقترب من ما لا نهاية اكس تربية زائد اربعة اكس زائد واحد كلها تحت الجذر نقص اكس. اي لما بنيجي بنعوض مباشرة بطلع عندي ما لا نهاية نقص ما لا نهاية هاي. بدها اجراء بالرياضيات. فرح نعمل ايش? راح نضرب بالمرافق. راح نضرب بالمرافق. اللي هو اكس تربية زائد اربعة اكس زائد واحد تحت الجذر. زائد اكس. وهون كمان المقام نفس الشي. طبعا هون عندي انا المقام يعني باعتبار انه هو احد. عملية الضرب راح يكون عندي المقام راح انزله زي ما هو. اوكي. اهلا. الضرب راح يكون عندي الاول. هذا راح يكون تربيع. ناقص التاني تربيع. هاي عملية الضرب لما منضرب بالمرافق. فراح يكون اكس تربيع ناقص اربع اكس زائد واحد ناقص اكس تربيع. منلاحظ هنلا هون انه الاكس تربيع بتروح مع الاكس تربيع. تمام? هلا شو راح اعمل? الجواب بعده ما لا نهاية على ما لا نهاية. يعني انا لو اجيت عوضت هون راح يطلع عندي ما لا نهاية على ما لا نهاية. فراح اعمل كمان اجراء. راح اخد الاكس عامل مشترك. اوكي عفوان هاي موجب اربعة اكس. اوكي راح اخد الاكس عامل مشترك. راح يصفي عندي اربعة زائد واحد على اكس. وهون من من الجدل راح اخد اكس تربيع عامل مشترك. فراح يصفي عندي واحد زائد اربعة على اكس. زائد واحد على اكس تربيع تحت الجدل. وهون في عندي الاكس هاي برا نياه. هلا الاكس تربيع بتطلع برا الجدل طبعا بتطلع قيمة مطلقة. وبما انه اكس بتروح للمالة نهاية فهاي القيمة المطلقة شو راح تصير? راح تصير اكس. اذا هاي القيمة المطلقة راح تصير اكس. هلا بارجع باخد الاكس عامل مشترك من المقام. فبيصير عندي الجدل. وهون زائد واحد. اكس بتروح مع اكس. هلا بعوض. بعوض هل مالة نهاية. اما بعوض بالمالة نهاية واحد على مالة نهاية هاي بتصير زيرو. اربعة على مالة نهاية زيرو. وهاي برضو كمان زيرو. فشو صفة عندي? صفة عندي اربعة على واحد زائد واحد. اللي هي اربعة على اثنين وتساوي اثنين. سؤال تسعة عشر. الليمت. اكس بتقترب من صفر من ناحية اليمين. لتان انفرس لوحد على اكس. طيب هلا اكس بتقترب اه من صفر من ناحية اليمين. لما مدخلها لجوها فبصير تان انفرس للمت واحد على اكس اكس بتقترب من صفر من ناحية اليمين. اللي هي واحدة على صفر. واحدة على صفر فيها مالة نهاية لكن هون من ناحية اليمين اللي هي رح تكون موجة بملنا نهاية. ومن ناحية اليسار سالب ما لا نهاية أنا أريد من ناحية اليمين فمن ناحية اليمين رح تكون موجة ما لا نهاية فرح يصير عندي تان انفرس لا موجة ما لا نهاية اللي هي إيش باعة 2 ودمتم بخير